تجثم الأزمات على صدور العراقيين وتثقل كاهلهم فيخرجون ويسمعون العالم صوت أوجاعهم فلا يجدون من يسمعهم ولسيما الأمم المتحدة ومؤسساتها التي تأخذ دور الأصم عن هذه الصيحات لكن ما إن يتعلق الأمر بالانتخابات والصراعات السياسية تخرج المؤسسات الأممية رأسها وتتدخل بشكل عاجل لجمع الوفاق السياسي وحل الخلافات بين الكتل جينين بلاسخرت الممثلة الأممية صاحبة المواقف السلبية من مطالب الشعب العراقي تجول وتصول هذه الأيام في ملف الانتخابات وكأنها جزء من المنظومة الحاكمة في بغداد أو وصية عليها وعندما أدركت وجود خلافات حول موعد انتخابات مجالس المحافظات سارعت على الفور للتدخل بهذه المسألة وتوجهت إلى طهران للبحث عن آلية تجمع الأحزاب والكتل على موعد للانتخابات يرضي الجميع ويضمن عدم تصدع العملية السياسية وربما تعلمت بلاسخرت من درس الصراع بين الإطار التنسيغي والتيار الصدري بعد الانتخابات البرلمانية الماضية لذلك تصب كل جهودها لكي لا يتكرر المشهد مرة أخرى في الانتخابات القادمة ويفتح الباب لصراع مسلح جديد بين ميليشيات الأحزاب المبعوثة الأممية وبحكم علاقتها القوية بالإطار التنسيقي رأت أن أتلاف المالكي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها خلافا لأطراف أخرى منها ميليشيا العصائب التي تريد تغيير هذا الموعد كما أن هناك خلافات أخرى تتعلق بشكل التحالفات وقيادة الإطار التنسيقي في فترة انتخابات مجالس المحافظات حتى كادت هذه الخلافات أن تؤدي إلى تفكك مبكر للإطار التنسيقي وهذا ما أقلق بلاسخرت التي تصر ومن ورائها الموقف الأممي على التمسك ببقاء العملية السياسية ومحاولة تلميع صورتها الدور الأممي في العراق منذ 20 عاما يقتصر على هدف واحد لا أكثر الحفاظ على المسار السياسي الحالي وفرضه على العراقيين مهما بلغت بهم الأزمات